نرحب بحضراتكم مرة تانية ويمكن نتكلمنا في بداية الحلقة النهاردة مع حضراتكم عن المرافعة التاريخية اللي مصر قدمتها مبارح أمام محكمة العدل الدولية وكشفت فيه عن السجل الأسود للاحتلال الإسرائيلي والجرائم اللي بترتكبها في قطاع غزة كمان فضحت كل مخططات الكيان الصهيوني لتهجير الفلسطينيين وتصفية القضية الفلسطينية ده طبعا استكمالا يا بسانت الدور مصر في دعم القضية الفلسطينية على مرة تاريخ هنتكلم من دقيقة مع حضراتكم عن ردود الفعل الدولية على مرافعة مصر امام محكمة العدل الدولية والدور التاريخي لمصر في دعم القضية الفلسطينية مع عضفنا اللي منورنا فيها للستوديو الدكتور محمود مسلم رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشيوخ ورئيس مجلس إدارة جريدة الوطن صباح خير على حضراتكم صباح خير صباح خير أهلا م openness أزاي في البداية تابعت مرافعة مصر أمام محكمة العدل الدولية وكمان الإشادة وردود الفعل حول هذه المرافعة خليني قبل ما أتكلم عن الموضوع أتكلم عن الشخص اللي أنا رأيي أنه هو بيمثل مؤسسة عريقة ومؤسسة تدينا ثقة فقد هي مؤسسات الدولة المصرية مؤسسات قوية مؤسسات فيها ناس مؤهلين ناس كوادر خلينا نتكلم عن بنت مصر ياسمين موسى اللي عرضت المرافعة واللي أبهرت كل ما انتبع هذه المرافعة سواء المصريين أو غير المصريين واللي بتعكس من وجهة نظري أن هناك مؤسسة عريقة وقوية اسمها الخارجية المصرية على مر الزمان بتقدر تطلع كوادر وبتقدر تطلع ناس يعبروا عن الموقف المصري بشكل يعني بشكل متحضر وبشكل علمي وبشكل وطني وبشكل رائع ومبهر يعني خلينا نقول أن اللي حصل جزء منه لأن القضية الفلسطينية في وجدان مصر منذ قديم الأزل يعني إحنا من 48 وإحنا بنحارب للقضية الفلسطينية فهي جزء ملتصق بكل وجدان المصريين على مختلف تخصصاتهم والشامل عشان كده ممكن كانت ياسمين موسى يعني متقلقة ممكن يعني طبعا الكفاءة والأداء باين بشكل كبير طبعا مصر هي اللي طلبت أن يبقى ليها مرافعة شفاوية في محكمة العدل الدولية وقدرت مصر أنها تعبر عن القضية بشكل جديد طيب قبل ما نكمل احنا دلوقتي معنا تقرير عن ياسمين موسى طبعا المستشارة القانونية حيث كنت تتكلم عنها مستشارة قانونية المكتب وزير الخارجية هنشوف مع حضراتكم هذا التقرير وزي ما كان الدكتور محمود بيقول تلقة إشهادة كبيرة جدا وكل الناس كانت بتتكلم عنها مبارح على السوشيال ميديا عن أداءها كمان في هذه المرافعة هنشوف هذا التقرير ونرجع نكمل مع الدكتور محمود مثال مثلت المستشارة القانونية الدكتورة ياسمين موسى الدولة المصرية في جلسة أمام محكمة العدل الدولية في لهاي خلال مرافعتها في جلسات استماع حول الاحتلال الإسرائيلي لأراض فلسطينية مع عرض الواقع الذي يعانيه الفلسطينيون منذ 75 عاما The Middle East region yearns for peace and stability and a just comprehensive and lasting resolution to the Palestinian-Israeli conflict based on the principles of international law and the establishment of a viable Palestinian state on the pre-1967 lines with East Jerusalem as its capital the legal determination by the court in the present advisory opinion ترافعت ياسمين موسى ممثلة مصر أمام محكمة العدل الدولية وهي تتولى منصب المستشار القانوني بمكتب وزير الخارجية المصري وأحد أعضاء مكتب وزير الخارجية تعد الدكتورة ياسمين موسى من أبرز المصريات في مجال القانون الدولي فضلاً عن مشاركتها الواسعة في المحافل الدولية من قبل ونشأت ياسمين موسى في مصر ودرست القانون في جامعة عين شمس ثم أكملت دراستها العليا في جامعة القاهرة قبل أن تحصل على الدكتورة في القانون الدولي من جامعة كامبرج عملت كمستشارة قانونية بمكتب وزير الخارجية وشاركت في العديد من المؤتمرات والندوات الدولية حول القانون الدولي وحقوق الإنسان كما ساهمت في إعداد التقارير الدولية حول حقوق الإنسان والقانون الدولي وكانت مستشارة بالوفد المصري في جينيف ومنذ عام 2014 إلى 2016 كانت أستاذة مساعدة في القانون بالجامعة الأمريكية في القاهرة وقامت بتدريس القانون الدولي العام كما أشرفت على القانون الدولي في كلية المجدلية وكلية سان أدموند في جامعة كامبريج البريطانية الدكتورة ياسمين موسى تولت العديد من المناصب خارجة وداخل مصر وقبل عام 2019 كانت السكرتيرة الأولى للشؤون الإنسانية والقانونية في بعثة مصر الدائمة إلى الأمم المتحدة في جناف وذلك وفقاً للموقع الرسمي لمركز جناف للتحكيم الدولي التابع للأمم المتحدة وقبل توليها هذا المنصب تولت العديد من المناصب المختلفة في مصر وعملت في وزارة الخارجية المصرية ثم حصلت على منصب المستشار القانوني بمكتب وزير الخارجية المصري موسيقى يعني تاريخ مشرف وتمثيل مصر في المحافل الدولية طبعاً ياسمين موسى شرفتنا كلنا مبارح ونتفرج على هذه المرافعة مكملين كلام مع دكتور محمود مسلم دكتور يعني شايف المرافعة نفسها كانت عاملة إزاي مبارح شفتها إزاي يعني نقدر نعرفها من ردود الأفعال أولاً كل مصر يتابع هذه المرافعة شاف أن ياسمين بتعبر عنه وتعبر عن وجدانه وتعبر عن ضميره وتعبر عن الإنسانية ردود الأفعال الدولية والعربية يعني رائعة تدل مصر قدرت أنهية لأن انت حركت عرفة طبعاً محكمة العدل الدولية الكلام ما بيبقاش سياسي أكتر ومنه قانوني فهي عرفت تلخص التجاوزات والترجمها لتجاوزات قانونية بألفاظ قانونية محددة وواضحة فيما تفعله إسرائيل الآن مش الآن حتى من 48 في فلسطين وأبرزت مساوى الاحتلال وتجاوزاته والحرب الإبادة اللي بيعملها في فلسطين فأعتقد أن رد الفعل كان كويس جداً طيب في مثل هذه المواقف إزاي بيتم إعداد المرافع أو عريض الدعوة مثلاً من اللي هتقوم بيها أي دولة إزاي بيتم تجهزها وإعدادها بطريقة عشان يشوف هذه النتيجة أعتقد أن ده بيتم بفرق عمل كبيرة وفرق عمل متخصصة من سفر ومن ناس متخصصين بيقدروا يجمعوا مادة وبيقدروا يتنشف فيها وبيقدروا يعملوا ملخص يعني ما يدرش تقول أن ده جهد فردي ممكن تكون الدكتورة ياسمين طبعاً تفوقت في عرضه لكن هو أكيد جهد جماعي زي ما قلت لك لهذه الوزارة العريقة وهذه الدبلوماسية العريقة اللي أنا رأيي أنها عبرت عن نفسها بشكل قوي جداً في هذا الأمر وده برضو مش جديد لأنك إنت لما ترجع إحنا عندنا أبرز المعارك القانونية اللي خضناها كانت بخصوص طابة وأنا جمعتني حوارات كثيرة مع الدكتور مفيد شهاب أحد أهم أعضاء الوفد المصري في طابة وإزاي أن هما كان بيحصل منوشات وإزاي أنه كان بيغطوا عليها بشكل سياسي يعني المواضيع كله فيها تفاعلات فمصر دلوقتي قدرت على المستوى السياسي وعلى المستوى الإنساني وعلى المستوى القانوني تتحرك في دعم القضية الفلسطينية بشكل مهم جداً سواء سياسياً ودبلوماسياً سواء إنسانياً من خلال المساعدات اللي بتقدم وسواء قانونياً من خلال ما قدمته في محكمة العدل يعني المرافعة يمكن عرضت انتهاكات جيش الاحتلال الإسرائيلي إزاي نكحة المرافعة في حجد يمكن رأي العام العلامي أو الممارسات التي تمارسها الانتهاكات التي تمارسها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني منذ سبع عقود يعني زي ما بقولي كما ترجموا الانتهاكات الإسرائيلية إلى مصطلحات قانونية واتهامات قانونية واضحة إن إسرائيل سلطة احتلال إن الحرب الغشمة اللي بتقودها إن فيه قتل المدنيين إن فيه تهجير قاسري بيحصل لأكتر من 2 مليون يعني كل ده يتترجم لاتهامات قانونية واضحة قدام المحكمة وطلبوا إن يبقى المحكمة لها يعني رأي استشاري في هذا الأمر هو العملية أن أنت مش عايز تسيب الفضاء الدولي فاضي أو مش مهتم بالقضية أنت عايز تطرح القضية يوميا على الأجنتة الدولية في كل مكان لأن حتى لا يتحول الأمر أني بقى القتل عادي يعني يوم اعتيادي النازل النهاردة بيقتلوا النهاردة 200 كمسومية وكأن الأمر وكأن دول مش بنقدمين يعني لكن أنت القضية أن أنت تطرح من خلال كافة الصبر من خلال الأمم المتحدة من خلال المجلس الأمن من خلال العلاقات الصينية والعلاقات الصينية اللي بيعملها الرئيس السيسي مع كل الناس لفضح ما تمارسه إسرائيل من خلال الضغط على إسرائيل زي كنصة محكمة العدل يعني كل الكلامنا بتمثل ضغوط على صينيين لأن القضية الآن في وضع صعب دلوقتي يعني عندنا الأربع أشهر أو الأربع شهور وعدد القتل من المدنيين والأطفال كبير جدا وعدد التجاوزات أنا يعني بالصدفة لسه كان عندي صديق فلسطيني يعني جاي من غزة فبيحكي معي لا المشهد بشع يعني يعني هو نفسه بيقولي أنا مثلا نزحت أربع مرات الدبابات ومرة واحدة تبقى قاعد كده تلاقي مبنى كل مكان بيروحه بيتم قصفه فبيسيب المكان ويروح لمكان تاني أو بيقولي وبروح لخيام يعني بروح لأماكن فيها خيام تلاقي مبنى جنبها الضرب يعني يعني طبعا يعني يعني زي بيقوله الشاف غير للسمع فكمل حكايات وكمل الفقد وكمل أنك تبقى قاعد وتحت رهينة أنك مش عارف إسرائيل هتعمل إيه وبعدين ما عندهمش حدود ولا التزام يعني ممكن يرموا مثلا قال لي مرة رموا ورق أن الناس تمشي ساعة خمسة ومقالوش خمسة للصبح ولا خمسة للمغرب فمن الساعة سبعة قال لي بدأوا العد عدى اللي معداش بدأوا يضربوا لا يعني ناس عندهم هم داخلين كحرب إبادة مش داخلين يعني ما يتم في فلسطين حرب إبادة واضحة معالمها واضحة ودلالاتها واضحة وظروفها واضحة وأسبابها واضحة موجودة في غزة بشكل عنيف يعني صحيح دكتور محمود جانب آخر ومهم جدا في هذه المرافعة هو توضيح ما تقوم بمصر اتجاه الأشقاء في فلسطين وفي قطاع غزة كنا دائما بنسمع كلامه في شائعات كتيرة وبتنتشر للأسف على يد مسؤولين بيقولوا أن مصر هي كانت متسببة في غلق معبر رفح وهي اللي بتمنع دخول المساعدات إلى أن تم إقناع مصر بسماح بدخول المساعدات وهذا الكلام طبعا عاري تماما عن الصحة لكن الأهم أنه يتم الرد في محفل دولي في مكان العالم كله شايفه والعالم كله شايف ما يدور داخل هذه المرافعة يعني هذا كلام عبس وخلينا نقول أن لسه وزير التعاون الدولي الكندي لسه زار معبر رفح وكل المسؤولين الكبار زاروا معبر رفح وشافوا أن مصر تفتح المعبر من حياتها مصر يستعيل أنا وبرضو كويس أن حناك تذكرت النقطة دي لأن محتاجين نوضحها كل شوية لأنه للأسف بعض الناس يعني وطبعا بيقى فيهم أنا أعتقد الرئيس البيدن الأمريكي لما كان بيتكلم كان بيتكلم في الفترة اللي مصر رفضت فيها دخول الأجانب من غزة إلى مصر بشرط أن لازم مصر علاقتها بالمساعدات أهم شا ندخل أجانب إلا ما تدخلوا المساعدات لكن ومصر نفزت رغبتها ساعتها فلما دخلش الأجانب إلا بدخول المساعدات لكن المعبر مفتوح طول الوقت المعبر من الجانب بس الجانب الثاني عندنا فيه مشكلة أن الراجل يقدر يضرب أي حاجة داخلها وبيهدم الطرق وإحنا كذا مرة ندخل ونصلح الطرق فبالتالي أنت أمام سلطة احتلال غاشم لازم يبقى فيه تنصيق في الدخول وليه أصلا الطرف الأمريكي كل شوية كان يدخل يضغط على إسرائيل ويتباهى بايدن أنه هو ضغط على إسرائيل عشان يعمله مساعدات وليه المساعدات كانت موجودة في الهدنة يعني إذا كان أمر طبيعي متاح أن تخش المساعدات طب ليه تحطت في الهدنة تحطت في الهدنة لأن إسرائيل كان بتمنع لكن الطرف المصري كان على طول فتح المعبر 24 ساعة وإلا ما كانتش دخلت المساعدات دي كلها طيب يعني كمان كان فيه تأكيد على يمكن خطر المخططات الإسرائيلية لتهجير الفلسطينيين واقتحام رفح الفلسطينية وإزاي مصر بتوثق موقف يعني مفهوش رجع تماما وهو رفض التهجير ورفض تصفية القضية الفلسطينية ويمكن ده الإسرائيل عايزة من الأول خالص وهو تصفية القضية عن طريق أن هم يهجروا الفلسطينيين بتجاه رفح وده الدليل أن هم فيه كثير من الإعلانات ابتدت دلوقتي إعلانة عن مستوطنات في غزة بالفعل من الجانب الإسرائيلي شايف ده إزاي فد؟ بس خلينا نقول الأول أن مصر قدرت أن هي ترفض سيناريو التهجير ده وترفضه بشدة على المستوى الشعبي والمستوى الرسمي في بدايات الحرب وكان فعلا السيناريو متروحه بعض الدول وبعض الباحثين وبعض الصحف كان بتكلم فيه بشكل كسيف ودلوقتي ما اعتقدش حد بيتكلم فيه القضية أو الخلاف إن إحنا متخوفين إن الكسافة اللي في رفح رفح عرقت سكانها حوالي 200 لـ 300 ألف دلوقتي فالرفح فيها مليون ومتين أو مليون وثلتمية يعني مكدسين في رفح لأنه نزحوا من الشمال ونزحوا من خان يونس ومن الوسط وغير ذلك كلهم مكدسين في الرفح فبالتالي أي ضرب في رفح فطبيعا الناس ممكن يعني تؤدي إلى تهجير قسر ليهم على الحدود بتاعتنا فطبعا دي مشكلة عندنا وإحنا حذرنا إسرائيل من هذه ما غبت هذا الأمر أكثر من مرة وأعتقد حتى لما جون برضو يتجاوزوا في محور فيلاديفيا نفس الأمر وما عندهم يعني كلما زادت ضغط على إسرائيل فيه فشلهم في الحرب من تحقيق أهدفهم والهم الهدفين المعلنين أنه يرجع الرهائن أو يقتل قرية حماس أو يقضي على حماس فكلما تزاد الشعاعات ضد مصر مصر ما بتفتحش المعبر مصر بتصدر أسلحة لحماس وكله كلام عبس وهوراء وليس له أي أساس من الصحة فبالتالي إحنا كمان رفضنا ومصر طلعت بيانات رسمية أنها ممكن تنقض اتفاقية السلام إذا تم التجاوز في حق مصر في هذا الأمر لأن القضية قضية أمن قومي وقضية خطيرة وطبعا الأجهزة المصرية الأجهزة السيدية طبعا يعني 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 وغدب الهو بتحذر وأعتقد أن إسرائيل كمان مستوعبة خطورة هذا الأمر أول قضية بأن أنت بتحكي للعالم ماذا يحدث لأن يعني الراجل أعتقد كان عنده نتانياهو ممكن يكون كان وعد بايدن أن الحرب ممكن تبقى أسابيع قليلة لأننا دخلنا في أشهر ومع ذلك لم ينجز يعني وأعتقد أن هناك خلاف أمريكي معلن بين نتانياهو أو بيبي إذا ما بيحب يطلق عليه بايدن أنه هو وبين بايدن لأنه هو التاني ما عندهش مشكلة يوسع مجال الحرب نتانياهو بينما بايدن بيطالب أنه ما يبقاش مجال الحرب طبعاً الكلام الكتير مع الأمريكان أنهما لازم يحافظوا على المدنيين والأطفال الكلام ده بنيسمعهم من أول الحرب وكل يوم المدنيين والأطفال بيموتهم صحيح ففي مشكلة وفي مشكلة كمان في ضغط مثلاً حصل في إنجلترا على حزب العمال البريطاني قد أنهما كمان يبدأوا دلوقتي مثلاً الكلام في أوروبا وأنا كنت في بروكسل من شهر تقريباً وكنا في الاتحاد الأوروبي وده نسمع كلام قوي عن حل الدولتين يعني قادة الاتحاد الأوروبي بتتحدثوا عن حل الدولتين بشكل عظيم جداً أوروبا في 26 دولة بريطانيا نفسها قالت يمكن الاعتراف بالدولة الفلسطينية وكمان أمريكا قالت أنه ده مطروح آه يعني أصد أن الخطاب الأوروبي أصبح إلى حد ما أميل إلى فلسطين منه على عكس بداية الحرب بداية الحرب كانت ممكن بعض الدول الأوروبية زي النمسا زي ألمانيا زي المغر بتقود يعني تأييد إسرائيل بشكل أعمى دلوقتي لا في معانا طبعاً دلوقتي أسبانيا وبلجيكا ودول تانية بتؤيد حل الدولتين وبتؤيد حق فلسطين طيب عظيم جداً طبعاً خلال هذا الشهر دكتور محمود بدأت المحكمة في الاستماع لمرافعات من حوالي خمسين دولة ومستمر هذا الأمر لحد ستة وعشرين من هذا الشهر طبعاً مما لا شك فيه أن المرافعة المصرية مختلفة لأن احنا أدرى بطبيعة هذا الصراع ممكن مرافعات من دول تانية تنظر إلى الموضوع من بواد إنساني فقط لكن المرافعة المصرية بكل تأكيد كانت مختلفة الرأي الذي سيصدر من هذه المحكمة هل من الممكن أن نبني عليه مستقبلاً في حل سياسي في حل الدولتين؟ بس أعتقد أن أي حاجة بتطلع من جهة دولية بتقدر تستند عليها في خطوات أخرى وزيان بقولك أنت مطلوب منك بعض الناس يقولك ممكن تبقى عراءة مش ملزمة أو عراءة بتقلق لا هي في النهاية بتعمل زخم يعني في النهاية بتعمل زخم وبتعمل طغط وبتستند على أدوات أساسية فأنت محتاج تطلع رأي استشاري من المحكمة تقدر تستخدمهم في مجلس العمل تستخدمهم في الأمم المتحدة تستخدمهم في أي مفاوضات بعد كده لإكرار هذا الأمر لكن أول المهم النظام بقولك أن دلوقتي بقى موضوع حل الدولتين والحل الشامل والعادل بقى مطروح بشكل قوي يعني برغم كل مساوى الحرب وطبعا ولا كنا نتبنيها ولا ندعو لها لكن لو لها حاجة إيجابية فهي أنها أعادت القضية الفلسطينية للتفكير من مرحلة النسيان إلى مرحلة التفكير القضية كانت تكون انتهت الآن القضية ليست على أجنتة المؤسسات الدولية فقط كان من وجهة نظر أنها بقت كمان على ضمير الإنسانية يعني دلوقتي بقى فيه مؤيدين كثير من الشباب وغير الشباب في كل دول العالم وشوفنا المزارات اللي خرجت في كل حتة وأنا بقولك أن بعض الأحزاب القوية في بريطانيا غيروا وجهة نظرهم بسبب أنهم حسوا أنهم افتقدوا شعبية بعض المسلمين في أمريكا نفس القصة في ضغوط في ناس بتعمل مزارات اللي تؤيد القضية الفلسطينية في ناس بتكتب مع القضية الفلسطينية للأسف استطاع نيتانياهو أنه يقود القضية الدعم أو يحصل على دعم إسرائيلي في الأسبوع الأولى من دول العالم عندما شبه حماس بداعش وشبه ما حدث له يوم 7 أكتوبر مثل ما حدث في 11 سبتمبر في البرجين في نيويورك لكن بعد ذلك العالم كله اكتشف أن كل ده خداع وأن كلها أكاذيب إسرائيلية وإسرائيل معتادة على الأكاذيب وأن الواقع غير ذلك تماما إحنا أمام قوة بتقوم بحرب إبادة شاملة واضحة الفلسطينيين وده اللي ممكن اللي وضحته الدكتورة ياسمين مبارح الفلسطينيين ما فيش أكل ما فيش مية ما فيش إقامة ما فيش بيوت يعني البنية الأساسية في هذا الضمار التدمير شنيع يعني يستحيل ده يكون أي وأين هي المعايير الإنسانية وأين قانون الدولي وأين كل من سياسة التجوية على الأقل أين المصطلحات التي يعني بأن كم سنة نغرقوا فيها بتحت شعارات حول إنسان وقانون الدولي كل الكلام ده يعني زي بيقولك هوى ما فيش في الواقع الفلسطيني هوى يعني مصر وضعت يمكن المحكمة أمام مسئوليتها والتأكيد على أن الاحتلال هو غير قانوني هل ممكن نشوف محكمة العدل الدولية تعترف أن ما يحدث فيه الأراضي الفلسطينية هو إبادة جماعية هل ممكن نشوف ده؟ طبعا يعني كل السيناريات مفتوحة أمام المحكمة وأي رأي للمحكمة زي بقولي إحنا بنستخدمه بعد كده أو الفلسطينيين أو الناس المؤيدة للقادرة الفلسطينية بتستخدمه لعمل زخم وعمل ضغط على المؤسسات الدولية سواء مجلس الأمن أو لو المتحدة مجلس الأمن يطلع قرار بقى بوقف في إطلاق النار اللي هو طول الوقت فيه إعتراض خلي بالك برضو فيه تحول في المواقف الفرنسي هنا شوفنا ماكرون بيرفض بشكل تام اكتحام رفاح شوفنا لا فيه 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 تغير كبير في بعض المواقف الدولية ممكن بريطانيا للمرة الأولى بتمتنع يعني بطبع بضغط كبير من الشارع البريطاني المظاهرات الكبيرة آه فلا يعني فيه تغير نعم تأخرت نعم مش في وقتها لكن يعني تأخرت كثيرا لكن يعني فيه تغير كبير زي ما قلت في حالاتك وإن هذه المرافعة دكتور محمود بترد على بعض الناس اللي كانوا بيشككوا في الدور المصري سواء من الخارج أو حتى من الداخل وأي مصري وطني يشعر بالفخر وهو بيتابع هذه المرافعة ما بقول لها ريتك إحنا مصر ماشي على أكثر من مصار من أول يوم في الأزمة بس هي للأزمة في الناس بعض الناس المزيدين يعني عايزين مصر تحارب بالوكالة يعني وكأن مصر لم يكفي 120 ألف جندي وظابط راحوا في الحروب من أجل فلسطين وبعض المزيدين كمان يا فانو حاجة تتكلم لو أي دولة تانية عملت مرافعة اللي يوم بيتكلموا على الفيسبوك وفخورين أو يبقوا مرافعة هذه الدولة لكن مبارح لا مصر إنسانيا مصر لحد الوقت ما دمع أكتر من 70% المساعدات يعني بشكل كبير رغم ظروفنا الاقتصادية الصعبة صحيح دبلوماسيا وسياسيا مصر ما فيش معترك ما فيش لقاء الرئيس تقريبا يوميا عنده لئمة مكالمة لئمة لقاء للقضية الفلسطينية ودعم القضية الفلسطينية قانونيا نهوت في محكمة العدل الدولية وفي كل المؤسسات الدولية مصر لها دور مصر لها دور أنا من وجهة نظري مع احترامي لكل الدول مصر لها دور كبير في تغير عدد كبير في تغير وجهة نظر عدد كبير من الدول احنا شفنا أنا حضارة الراجل بتاع بلجيكا واسبانيا لما جمل الاتحادية هنا بعدها راحوا المعبر كان لهم رد فعل كبير جدا وقوي في تأييد القضية وحقل الدولتين وحصل مشحنات بينهم وبين إسرائيل وبين نيتانيا فلا مصر لا بالدور مهم جدا مصر عملت مرتمر السلام في أول أسابيع بعد الحرب مصر هي اللي قالت يا جماعة ما ينفعش تحت دعوة الدفاع عن النفس ان احنا نموت ده كله مجرد ان احنا نقول ان دفاع عن النفس فكل دول يموت والعقاب الجماعي للناس فلا مصر موقفها أنا من وجهة نظري موقف مشرف موقف يدعو للفخر يدعو كل مصر للفخر أنا مندفع عن القضية الفلسطينية من زمان القضية الفلسطينية في وجدان كل مصري القضية الفلسطينية احنا الأدرة بيها مصر قدمت مكتراحات للهدنة ودخلت في الهدنة وعلى تواصل مباشر طول الوقت مع الفلسطينيين ونعبر عنهم في كل مجال يعني كل شكر لك دكتور محمد مستلم على وجودك معنا رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشيوخ نشكرك يا فاندم على وجودك معنا شكرا محمد